مباشرة الفريق الفني التابع للمؤسس الشهداء بالتعاون والتنسيق مع مكتب المفوضي على الحقوق المسال في المثنى وبعد أخذ الموافقات الرسمية من السادة رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة بفتح المقبرة سيد قاضي التحقيق وسيد المدعى العام وباقي الأعضاء بفتح المقبرة الجماعية هذه المقبرة الجماعية تعود إلى حقبة النظام السابق وانتهاكات النظام السابق في المقابر الجماعية ويتعود أيضا إلى القومية الكردية تقع هذه المقبرة في قضاء السلمان ناحية بصية في منطقة العفايف التي تبعد عن مركز مدينة السماوة حوالي 200 كيلومتر في عمق الصحراء وما زال العمل جاري في هذه المقبرة من قبل الفريق الفني التابع لمؤسس الشهداء لانتشار الرفات التي تعود إلى القومية الكردية ومن خلال المشاهدات الأولية من خلال المقتنيات الموجودة شهادة الشهود أن هذه الضحايا يعودون إلى القومية الكردية ترحيلهم وتهجيرهم من مناطقهم الشمالية إلى سجن السلمان وتم إبادتهم في هذه المنطقة ما زلنا ننتظر أيضا الفريق الفني بتقديم تقاريره الفنية والقانونية لمعرفة تفاصيل المقبرة وحدودها والرفات المستخرجة بالعدد المضبوط من هذه المقابر من ثم تصنيف هذه الضحايا وأخذ العينات الخاصة بهم ومطابقتها مع عينات الدم الخاصة بالضحايا لتهيئة استلامها من قبل ذويهم المقبرة مشخصة كموقع مقبرة جماعية واحدة ربما أنه يكون هناك فيها أكثر من قبر واحد تعود للضحايا اشتركوا في القناة